وربما يعني ما فيش خبر في كل العالم بيضغى إلا خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سلام أسلمة الملكة الروح في بالمورال وده كان بيان صدر من قصر باكنجهام وأعلن فيه عن رحيل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عام القصة بدأت مبارح في حدود الساعة 5.5 العصر وكالات الأنباء كانت نشرت أخبار بأن الملكة إليزابيث كانت تحت الملاحظة الطبية وأن الأمير تشارلز وابن الأمير ويليم توجهوا لمقر إقامتها في قلعة بالمورال في سكوتلندا وربما ده كان الوداع الأخير بعدها بحوالي ساعتين أعلن قصر باكنجهام خبر وفاة الملكة مع شوقة البريطانيين واحدة من أهم الملوك اللي تعلق بها الشعب البريطاني إنها كانت صاحبة تجربة ملهمة في القيادة وفي الأعمال الإنسانية وفي خدمة شعبها أكيد يا مصطفى الملكة إليزابيث تولد العرش سنة 1952 وهي سادس امرأة بتتولى العرش البريطاني وهي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ المملكة لأنه في سبتمبر 2015 اتجوزت الرقم القياسي اللي حققت وجدتها الكبرى الملكة فيكتوريا واللي حكمت لمدة 63 سنة و7 شهور مبارح المملكة المتحدة أعلنت تنكيس الأعلام في البلاد حدادا على وفاة الملكة إليزابيث اللي تظلت على عرش بريطانيا لمدة 7 عقود كانت بتمتاز إنها محبة للسلام ودايما بتحرص على بناء علاقات جيدة مع قادة وزعماء العالم كمان كانت شخصية عظيمة بتخدم الناس وبتخدم شعبها وعشان كده البريطانيين حبوها وكانت صاحبة شعبية متفردة في العالم كله يمكن البعض يعني يقول يصير الاهتمام العالمي بوفاة الملكة إليزابيث ربما ما يعرفوش إن هي ملكة على كل دول الكومانويلث البريطانية من اللي هم 15 دولة المملكة المتحدة ربما المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلاندا هم أشهر الدول اللي احنا عارفينهم من دول الكومانويلث لكن فيه 15 دولة تانية ما بين جزر موجودة جنب استراليا ما بين دول في الأمريكتين كل دول كانت الملكة إليزابيث بتتولى فيهم منصب ملكة البلاد دلوقتي السؤال مين حتولى منصب الملك على دول الكومانويلث بطبيعة الحال كلنا عارفين أن الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني أصبح دلوقتي هو الملك الجديد لبريطانيا في عمر يناهز 74 عام يعتبر الملك تشارلز الثالث من أقدم أولياء العهد في العالم اتولد سنة 1948 في قصر باكنجهام في لندن خلال عهد جده الملك جورج السادس جورج السادس هو الإبن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب الملك تشارلز الثالث بعد تتويجه يعني بنقول باعتبار ما سيكون هو طبعا إحنا عارفين علاقته القوية بمصر وزيارته لمصر ثلاث مرات قبل كده أخيرها كانت السنة اللي فاتت في شهر نوفمبر مع زوجته الدوقة كاملة وكانت أول جولة لولي العهد البريطاني وقتها في الخارج منذ تفشي وباء كورونا وأول زيارة لمصر كانت في الغداءة يمكن سنة 1981 والثانية كانت في 2006 والثالثة كانت السنة اللي فاتت بعد بقى اللوك داون حصل يعني اتفتح والناس ابتدت تتجول على أي حال احنا متابعين مع حضراتكم تداعيات خبر وفاة الملكة إليزابيث على مدار ثلاث ساعات من دلوقتي بنصبح عليكم مرة تانية وصبح الخير يا مصر